واخذ راحتكم بولي اتهم الشيخ احمد الفهد انه اوقف برنامجكم اكثر من المرة وهذا الان سبحان الله كأنك انت في بال انا بقولها النقطة هو الشيخ احمد مثل ما ذكرت كانت علاقاتنا جدا طيبة بالعكس برنامجنا شارك قبل فوجنا ببطولة كهس الخليج القيمة في البحرين الاربع تاعت 98 الاخونا خليل ابراهيم الله اتكلم بالخير اتفقنا مع عدد من المطربين ان نسوي شريط خاص اهداء من برنامج على المكشوف لمنتخبنا قبل ما نفوز بالبطولة بشكل رسمي اثناء مشاركة المنتخب فعملنا الشريط من اروع الشريطة حتى الان ما زال الغاني مجموعة من المطربين فاخذنا الشريط هذا وقابلنا الشيخ احمد الفهد في المجلس اللومبي وهدنا الشريط وجاء فعلا بعد اشبه ان الشريط نزل مع فوج منتخبنا الوطني بالعكس يعني الشيخ احمد الفهد طبعا وقفت البرنامج جاءت بعد خروجنا من تصفيات كأس العالم 98 في فرنسا طبعا البرنامج كان هو المتنفس الحقيقي الوحيد للجماهير الرياضية فبالتالي لما وقف اتصل فيني لخليل ابرحيم فقال لي ابو بيدر ترى البرنامج وقف فانا قتلى انا فعلا انا قتلى انا انا متوقع لان انا نعارف ان خروجنا المنتخب الوطني المرات الخميس السبت الناس تنطر يوم السبت عشان تفظف اللي بقلبها وطلع اللي بقلبها على المنتخب خروج المنتخب فانا توقعت ان البرنامج راح يوقف وكان ايامها الوزير المرحوم باذن الله تعالى الشيخ سعود الناصر فقلت لهذا وقف يعني انا ما بدأني شي هذا امر لكم انت وانتوا اصحاب القرار طبعا صارت ضجة كبيرة في شارع الرياضي والله محمد لا تصورها انا شخصيا انا زعلت القي التصالات يعني من شخصيات يتصلون فيني يقول لك انا شخصية لو اقول لك ما اصدق شو سالفت قلت له والله انا طبعا لا احب توسع بس مرة اذكر سمعت انك نفيت التدخل الشيخ احمد لا لا اقول لك انا مو احمد الفهد لا لا بس انا اقول لك الشيخ احمد الفهد انا خذت بخاطر منه ووصلت له طبعا ان هذا البرنامج يعني كان مساهم فيه وكنا احنا ما قصرنا ويا المنتخب وكذا فعلاقل انت لما يكون في هذا الموقف انك تتصل وكانت علاقتي جدا يعني مويزة معاك فعلاقل تتصل ليش وقف البرنامج فعرفتها انا من السال بيعاز بشكل غير مباشر بيقاف البرنامج حتى يقطعون الخط على الجماهي الرياضية بعدم المسف الاتحاد الكويتي للكرات الغدم النقطة الثانية اللي حبت اقولها لك الشيخ احمد الفهد بعد طبعا هو ساهم ايضا في عودة البرنامج لما شافني انا فعلا كنت مضايق وزعلان ويعلم مثل ما يقول ما قم تحاشي فدق علي في فترة كان بالليل اذكر ودق علي فقال لي انا بينه ما انتبهت له قال لي مطلعي قلت له من معاي شي نقول ابو فهد قلت اي ابو فهد شي نقول احمد الفهد اش فيك قلت له اهلا ابو فهد شوني قال شوف انا توني كنت عند الشيخ احمد الشيخ سعد العبدالله عسى الله يرحمه من الراحل والتقيت مع يوسف سميت كان يوسف سميت صار وزير هذا فاتفقنا عصاص ان يرجع البرنامج طبعا خليل ابراهيم الله يذكره بالخير قال لي قبل ما يقول الشيخ احمد الفهد ان البرنامج رح يرجع فقلت له اي ادري ادري طبعا ما اخي بخاطئ قلت له ادري ادري بيرجع